منذ خمسة عوام تماما تسلم ميشيل عون مقاليد الرئاسة الأولى فطرح مع دخوله قصر بعبدى شعار العهد القوي لكن الشعار للأسف ظل شعارا للإستهلاك ولم يتحول حقيقة فأي عهد قوي يمكن أن يشهد هذا الترد الاقتصادي الاجتماعي وأي عهد قوي يمكن أن يرتفع فيه سعر الدولار من 1500 ليرة لبنانية إلى أكثر من 21 ألفا وأي عهد قوي يشهد بتر لبنان عن مداه الطبيعي أي المدى العربي وأي عهد قوي تتحول فيه الدولة أشلاء وتصير فيه دولة حزب الله أقوى من الدولة وأي عهد قوي لا تشكلات قضائية فيه لأن رئيس الجمهورية يريد حصته في سلطة يجب أن تكون مستقلة عن السلطة السياسية وأي عهد قوي ومعظم سنوات العهد الخمس انقضت إما بحكومة شبه مشلولة أو بحكومات لتصريف الأعمال ليس إلا ولو أردنا تعداد فشل عهد ميشيل عون لستلزم من الأمر مطولات بل حتى مجلدات لذا من الأفضل أن نتوقف هنا لنستعرض الأزمة الأخيرة التي سببها وزير الإعلام جوارش قرداحي فأي مبادرة اتخذها رئيس الجمهورية القوي إن لبنان اليوم صار في شبه عزلة خليجية على الصعيد الدبلوماسي وقد تتوسع العزلة لتشمل دولا عربية أخرى فماذا فعل مشل عون حتى الآن لا شيء يذكر إذ يكتفي ببيانات تصدر يوميا عن قصر بعبدة لا تقدم ولا تؤخر في شيء بل هي مكتوبة بلغة خشبية أكلت دهر عليها وشرب فما هذا العهد القوي الذي لم يحقق إنجازا واحدا لمصلحة الوطن منذ خمسة عوام حتى الآن وماذا عن رئيس ادعى في بداية عهده أنه بي الكل فإذا به اليوم يصبح فريقا لا يمكنه أن يلعب لا دور الحكم ولا الدور الحقيقي المنوط برئيس الجمهورية باختصار إن العهد القوي وقبل سنة على نهايته هو أضعف وأفشل عهد في تاريخ الجمهورية لدرجة أن اللبنانيين في معظمهم صاروا يتمنون أن يأتي عهد ضعيف علّه ينسيهم ويلات العهد القوي اشتركوا في القناة